كتوزيع أراضي يا أخي العزيز وأستاذ زيادة يسمع وأستاذ جوزيفام يسمع كتوزيع أراضي صارت يعني الجمعيات كلها توجهت إلى سهل نينوة يعني هي بفعل الأمان و بطيبة أهلها و بطيبة أرضها و جوها بس هو بطريقة حتى عشوائية صارت من أخذها من استفاد بيها من استفاد سيد سامي من استفاد من استفاد و من أخذ احتي لي من استفاد عليها تقارير و عليها تفاصيل إعلامية صحفية يقول لك هذه جهات فصائل مسلحة هي اللي استولت على هذه الأراضي و اشترتها باسم الجمعيات ما هو علاقة أكو من يتكلم باسم الفصائل ومستعد أذكر أسماء أستاذ سامي أنا رجل أعرف أشي أتكلم ومسؤول أمام القانون أستاذ سامي أكو جهات أبدأ داخل مدينة الموصل أبدأ داخل مدينة الموصل أداخل مدينة الموصل وأطراف مدينة الموصل وأكو أسماء وأكو أراضي يستولوا عليها مددولة باسم فصائل مسلحة و المسؤول عن كلامه يعني إذا أتكلم قانونيا مسؤول أستاذ زياد في بدل حديثه قال عندي بعض الملاحظات على لواء الثلاثين أو في بعض السيطرات حق ماكوش قال يسمع هو هم يسمع الرجال هو هم قاعد ببينا هو الرجال صحفي وعلامي متميز يعني أنا أشيد به ولكن هم يسمع هو تقارير تجي والناس هم تحشي له في بعض الأمور ولكن يعني خلي نكون واقعيين يعني ماكو ماكو كل العناصر منضبطة ولا كل الجيش منضبط ولا كل الشرطة منضبطين إلا أبنى عناصر في بعض الأحيان يعني طلعه إحنا كشعب تعرفون يعني إلا أكو بنيملك أخلاق الغير منضبطين نازم يعاقبون أستاذ سامي أي